سمعنا إنه ليكي ابن أخت عنده تحفوظات على أفلامك بيرفوط لحضارة جداً ما بتفرجش عليا ما بتفرجش عليا يعني عنده طانت غادة هي طانت غادة خلته لكن طانت غادة بالنسباله مرفوض خالص يتفرج عليها في أي حاجة ولو صحابه راحوا السنمة ما يروحش معاهم ولو صحابه داخلوا واتفرجوا على الأفلام محدش فيهم يقدر يقوله إحنا رحنا تفرجنا على خالتك ده بيجرحك ولا ما بيفرقش معاهم لا بيضيقني طبعا بيضيق آه لأن ده أنا المربياة صلاح ده أنا المربياة عجوة مرت أنا بسنة يعني فبديق آه آه يعني بعد ما كبر شوية كبروا شوية امتنعت عن حاجات كنت بعملها آه امتنعت زي إيه؟ زي أميس النوم انت جيت فيك آه ه ه ه ه ه ه ه ه ا يعني مثلا دلوقتي أفكر مليون مرة عشان ما بقاش كذابة آه لا في حاجات طبعا خفة علشان هما كبروا وبيتأثروا ولا علشان كمان انت كمان نجوميات الكبرت ما بقتيش محتاجة انه يبقى فيه مساحة اكبر من الاغراء مثلا في ادوارك على قد ما بتتمسكي بالمساحة اللي تبين الاداء التمثيلي لانه بقى عندك القدرة انت عمالي ده اقول لي حدا انت عندك حق اولا اكتشفت ان الناس بيهمها قوي المضمون اكتر من الشكل يعني ميفرش معهم انت حلوة قوي امر يعني فيه مليون امر لكن تفرق معهم انك انتي ممثلك ويساوي طبعا انك عملت الدور حلو قوي طبعا فباش انو الدوج الفني هو انا لما كبرت في السن ابتديت افهم اللي ما كنتش فهمة قبل كده انا قبل كده كنت زي احد صغيرة وعايز البس عايز اطلع حلو قوي عايز اتسأل عناي ان انا ساكسي واو والحاجات اللي احنا بنسمع عنها 24 ساعة دلوقتي تفكيري لما حد بيجي يقول لي مثلا طب غادة عميلي اشعر كقوله الناس مش عايزة كده غزبا عني لاني خلاص بقيت فهمة انو لما غادة عبدالرازي نكحت منك حش لشان هي حلوة ولا عشان لبسة قميس نوم ولا لا عشان هي ممثلة كويس نكحت اكتر لما بيجينت نفسها لا ومثلة كويس لما تخليت عن كل الاغراءات الخارجية اللي شي طبيعي انا او اي حد في الدنيا هيتأثر بيه يعني ايه اغراءات خارجية يعني اشوفوا مثلا افلام مثلا زمان كانوا كلهم شكلهم حلوة قوي ولبسين عاريان وبالتبع مش عرفة ايه فيقول لك تشانس البسة ايه وانت حسب من فلانة اه طيب عنده حق وكانت نجمة في مكانها وبتاع مش هارف ايه طيب هو عنده حق فعلا ممكن يكون هو الخبرة دي انه نطلع شكل حلو وبتاع وموزة فنانات الابياد وسود مثلا ولا بعد كده وفي كمان السبعينات والثمانات كانت افلام آآ الوان يعني وكمان بيلبسوا حاجات بقى وشعر وبروكات ومكياجات وبتاع فاجأقول انا هاجي في دول فين دول امرات بجد على قل انت لما بتحطي مكياج وبتاع بتبقي واحدة هما ما كانواش الايام دي موجودة كل الامكانيات دي فهم بجد حلوين كانوا حلوين لوحدهم بس ضبط كده فعايزة توصالي يا غدا يبقي حلوة لبسي بقى واعمالي وحطي شوية مكياج وبتاع ولبسي رميس نوم وبتاع مش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة